اشتركوا في القناة وبيض العلانية فقد جمع له خيرات الدنيا والآخرة وكلما اقترب منك ومن أصحابه إلا ازدادوا له هيبة فكان يهاب في الله ولا يستطيع أحد أن يسبقه في قول أو عمل وكان عمر رضي الله عنه إذا رأاه يمشي مشى الصحابة وراءه كالتلاميذ حتى أنكره عليه وقال هذه مشى يذل فيها التابع ويفتن فيها المتبوعة رضي الله عنه وأرضاه أسلم قديما من الخزرج في الأنصار وشهد العقبة الثانية وشهد بدرا وأحدى والمشاهد كلها وكان عليه الصلاة والسلام حينما يذكر مناقب الصحب يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأعظمها حياء عثمان وأفرضها زيد بن ثابت وأقضاها علي بن أبي طالب وأعلمها بالحلال والحرام معاذ وأقرأها لكتاب الله أبي فأبي بن كعب أقرأ الناس لكتاب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان عليه الصلاة والسلام يعطي التخصص لكل واحد فيما نبغى فيه فيعطيه الإمامة في ذلك العلم حتى لا يختلف الصحابة حينما يتحير في أمر من الأمور فالذي يتحير في قضية الفقه يوجهه إلى سيدنا معاذ بن جبل والمتحير في الفرائض يوجه إلى سيدنا زيد بن ثابت والمتحير في القضاء يوجه إلى علي بن أبي طالب كان عمر يقول رضي الله عنه من أراد الفقه فعليه بمعاذ ومن أراد القرآن فعليه بأبي بن كعب ومن أراد بالمال فليأتني فإنما جعلني الله قاسم هكذا توزع التخصصات والأمة التي تحترم نفسها تحترم التخصصات فلا يجوز لإنسان لا يحسن علما أن يتطفل عليه فليقول الله أعلم في مسألة لا يعرفها وليعطي التخصص لأهله حتى ينبغوا فيه ولما كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل سيدنا أبي بن كعب مرجعا للصحابة في القرآن فقد اختاره النبي لكتابة الوحي الله أكبر فكان ممن سبق في المدينة اختيار النبي عليه لكي يكتب الوحي فكان كاتب الوحي لرسول الله استأمنه الله من فوق سبع سماوات على كتابة الوحي وكان يقول لعمر حينما يراجعه في آية من كتاب الله إنني أخذته عن رسول الله الذي أخذه عن جبريل الذي أخذه عن الله وكل الصحابة الذين رووا القرآن رووا أغلبهم على أبي فابن عباس حفظ القرآن على أبي وأبو هريرة وكثير من الصحابة حفظوا القرآن من أبي فآلت إليه الجلالة والسيادة والريادة والرحصة في القرآن ولكي تعلموا ذلك جيدا اسمعوا إلى هذه المواقف جاء سيدنا رسول الله أمام الصحابة يسأل أبا المنذر يسمى أبا المنذر يقول له يا أبي يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله فأراد أن يتملص بالإجابة لأنه يرى نفسه ليس أهلا أن يجيب على سؤال يطرحه النبي والنبي حاضر يقول الله ورسوله أعلم فقل لا يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله يقول الله ورسوله أعلم يقول يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله فقال الله لا إله إلا هو والله إذا باهى بك الملائكة في الملأ العلى لن يعظمك وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسك وإذا ذكرته في ملأ هذا الملأ يذكرك الحبيب المولى في ملأ خير من الملأ الذي يذكرك ويباهي بك الملأ فكيف يشقى عبد يذكر في الملأ العلى وهل هناك شيء أعظم من أن تذكر به في الملأ أن تذكر بالقرآن كلام الله وهكذا بكى أبي فلما علم الناس هذه المنزلة لسيدنا أبي بن كعب يموت النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام حينما كان في رمضان يأتي لمسجده الشريف ليصلي بالناس التراويح صلى فيهم بالليلة الأولى فصلى القليل لعدم علمهم بأن النبي يقوم ليالي رمضان فتناقل الناس خبر قيامه في الليلة الأولى فإذا بهم يتضاعفون في الليلة الثانية فتناقلوا هذا الخبر حتى شاع في المدينة فصلى بهم في الليلة الثالثة وقد اكتظى المسجد فتناقل الناس حتى خرج خبر قيام النبي في التراويح خارج المدينة فجاءوا في الليلة الرابعة فامتلع المسجد وبقي الناس خارج المسجد فلم يخرج النبي ولم يقوم بهن الليل فتعجب الصحابة وقالوا في اليوم المياه رسول الله جينا لكي نصلي وراءك التراويح فلم تخرج إلينا قال خشيت إن خرجت لكي أقوم بكم الليلة في رمضان أن يفرضه الله عليكم ورحمة النبي بالأمة خشي إلا تفرض الله علينا القيام فلم أخرج فبدأ الناس يصلون التراويح مثنى وثلاثة وفرادة في باقي أيام رسول الله فلما مات ظلوا على تلك الحالة فلما مات أبو بكر ظلوا صدرا من خلافة عمر يصلون فرادة وبينما عمر في خلافته في المدينة يمشي في سككها وإذا بالمساجد على عهد عمر تمتلئ بالمصلين التراويح زرافات ووحدانا فتختلط القراءات فلم يعجب هذا الأمر عمر وقال إن العلة التي خشي النبي من أجلها أن يجمع الناس على إمام في التراويح ارتفعت وانتفت بموت النبي فالنبي هو الذي كان يؤمر بهذه الأوامر مات إذا لا خشية على الأمة من بعد رسول الله أن يفرض عليهم القيام فجمعهم لأول مرة على أول مقرئ إمام المقرئين إلى يوم القيامة أبي فجمع الناس على أبي ثم لما مات عمر وبقي أبي صلي بالناس كان علي في الليل يخرج إلى المساجد ويجد أن كل مسجد به إمام يقرب صلاة التراويح لمن يعيشون جوار المسجد فرفع يديه إلى السماء وقال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا فأبي يذكر إلى يوم القيامة كأول إمام في الأمة الذي صد التراويح بالأمة جمعا فماذا يقول أولئك الذين يقدحون في مسألة التراويح جماعة هذه علاقته مع القرآن إن سيدنا أبي رضي الله عنه كان عابدا زاهدا ذاكرا لله يبكي من خشية الله لكن لما اقتضى التخصص أن يعلم الناس القرآن ترك كثيرا من نوافل العبادات وتفرغ يقرؤ الناس القرآن ويعلمهم الدين هذا درس عظيم هذا كان بإمكانه أن يقوم الليل وأن يصوم النهار لكن لما كانت الأمة تحتاجه لهذا التخصص كان يقوم بفريضة كفائية فالأمة تحتاج إلى القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الخليقة من تعلم القرآن وصار القرآن يخالط جوانحه دخولا وخروجا أي أن أوامر النبوة إن روح النبوة تسري في صدره ولذلك كان جليل القدر عند الناس حتى أضفى عليه عمر اسما لم يعطه لأحد أتدرون كيف سماه عمر لما صارت أعناق الصحابة تشرئب إليه في المجالس تقصده لحفظ القرآن وتعلم الدين أتدرون كيف سماه عمر وصار اسمه معروفا به إلى يوم القيامة اسمه من؟ سيد المسلمين وليست لأحد السيادة على المسلمين إلا لأنه إمام في كتاب الله لأمة المسلمين عمر لم يكن ينطق هكذا ضرب الله على قلبه ولسانه الحق قال أبي بن كعب سيد المسلمين الله 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 أما علاقته مع رسول الله فالأمر عجيب 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 كان يحب النبي والنبي يحبه حبا جمع ولو لم يكن يحبه النبي ما اختاره أول من اختار لكتابة الوعي في المدينة لأن كان زيد له علم الكتب السماوي السابق كان يقرأ قبل الإسلام وكان اليهود يعتبرونه حبرا حتى اليهود إذا أرادوا أن يسألوا في دينهم كانوا يسألون أبي بن كعب لعلمه ولتبحره في العلوم رضي الله عنه وأرضاه ولشدة حبه لرسقال له ذات يوم هذا حدث يقول لكم تحفظونه يا رسول الله أنا أصلي عليك كثيرا يعني شوفوا القرآن ويعلموا الناس أنا أصلي عليك كثيرا وأردت أن أسألك كم أجعل لك من صلاتي هذا الحديث لم يفهموا كثير من الناس يعني كأن اسمعت شي بعض الناس يقولون معنى أن أبي طلب أن يصلي لرسول الله أن يصلي الصلاة ويجعل ثوبها لرسول الله لا لا كم أجعل لك من صلاتي الصلاة اسمه هو إن شاء الله تعالى الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الصلاة على النبي أبو حدا هي ذكر ينتفع به المصلي فمن صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله بها على عشرة صلوا على الحبيب اللهم أصلي عليك يا حبيب رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبي لشدة حبه لا يا رسول الله أنا أكثر الصلاة أحب أن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي معنى ما معنى كيف أجعل كم أجعل لك من صلاتي يعني أنا ماذا أقول حينما أبطر أقول سبحان الله الحمد لله لا إلهي الله كبر أستغفر الله لا حل ولا قوة حسبي الله ونعمل وكي إنا لله وإنا لرجع وأفوض أمري إلا توكلت على الله الذكر بزاف كم أجعل لك ضمن هذه العبادات كم أجعل من صلاتي لك نسبة إلى كل ما أذكر أي قراءة القرآن والتصبيح والتحميد أي نسبة الصلاة على النبي من كل ما أذكر به الله وأمدح به الله وأثني به على الله وأتقرب به إلى الله قال ماشد ماشد وإن زدت فهو خير لك فلما لم يحدد أراد أن يحدد قال يا رسول الله أجعل لك من صلاتي ربعها أجعل لك الربع من صلاتي أي من ذكر لله الربع قال له إن شئت وإن شئت زد كان خير لك وإن زد قال يا رسول الله أجعل لك ثلث قال وإن زدت فهو خير لك قال عن نصر يا رسول الله قال إن زد فهو خير لك قال ثلثان يا رسول قال وإن زد فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها أي كل ما ينساب على لساني من الذكر يكون صلاتا عليك وإذا به يقول له كلاما هي بشرى لكل المصلين على النبي صلى الله عليه يقول إذن يكفى همك ويغفر ذنبك وأنت تعلم أن كل مشاكل الدنيا هي الهم من افتقر يكون عنده هم للفقر ومن اغتنى يكون عنده هم سببه الغنى ومن تكون عند مشاكل عائلة يكون سبب الغنى خلافه مع زوجته ومن يكون عنده مشاكل في العائلة قد افترقت بعد توحد كان الهم بسبب ذلك كل مشاكل الدنيا تنتج الهم فعلاج كل هموم الدنيا طلب الرزق الأمراء الأعرام الأوجاء المشاكل علاجها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنبك أي كل هموم الآخرة سببها المعاصي فإذا لقيت الله وميزان السيئات ثقيل نلت كل الهموم في الآخرة لهي النار وما فيها من عذاب ونار وشمار وعار فإن ذا الصلاة على النبي تنجيك من هم الآخرة باش بمغفرة الذنوب فالصلاة في الدنيا تكشف الهموم وفي الآخرة يغفر بها الذنوب وبذلك فإنك تربح راحة الدنيا وهناء الآخرة صلى الله عليه وعلى الحبيب فلازلنا نذكر هذا الحديث المنسوب لأبي كما نذكر له القرآن فإن ما يروى عن سيدنا أبي في القرآن تفرد فيه وما يروى عن سيدنا أبي في علاقته مع النبي تفرد فيه فهو سيد المسلمين تفرد في الكتاب وفي السنة في حبه لله بجعله إماما في القرآن وبحبه للحبيب بأن جعله مصدرا لحب النبي وكثرة الصلاة عليه جمع الله له الحسنيين الله 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 هكذا عاش أما قضية علاقته مع ربه بعد موت سيدنا رسول الله ظل مع أبي بكر جندي من جنود هذه الدولة يعلم الناس القرآن فعرف رضي الله بالزهد ولم يتغير حاله بعد موت النبي شوف هناك بعض الصحابة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ تغيرت حوالهم ازدادوا شوية طرفا إلا بعض الصحابة على رؤوس الأصابع ظلوا على الحالة التي كانوا عليها على النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا فظل زاهدا لم يضف إلى الدنيا من الدنيا شيء قال حينما مات رسول الله قال أبي بنك حينما كان النبي حيا كنا كلنا متوجهين إلى وجهة واحدة يا رسول الله أي متآلفين متحبين بوجود الحبيب صلوا على الحبيب فلما مات النبي نظر بعضنا شمالا ونظر بعضنا يمينا تغيرت أحوال الناس فخرج يأمر وينهى رضي الله عن الصحابة أصبح يأمر بالمعروض وينهى عن المنكر ويحذر الناس من الدنيا ويدفعهم للإقبال على القرآن وعلى السنة وكان يقول أيها الناس أيها الناس غرتكم الدنيا إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة الدنيا فانظروا إلى طعامكم إلى أين يصير فإن الله جعل ما يخرج من ابن آدم مثالا للدنيا كان ينظر إلى العاقبة هذا طعامكم كي يقول هذا طعامكم الذي زينتموه وملحتموه ودبجتموه وعطرتموه انظروا إلى ماذا يؤوذ إنه يفسد البيئة فقد جعل الله تعالى الدنيا مثالها ما يخرج من ابن آدم ألي هذا تتقاتلون أم على هذا تتنافسون أم من أجل هذا تتعادون وتتواجهون هلم تعرفوا أن الرسول قال صلوا عليه ألا لست الفقر أخشى عليكم إلا أني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم هلستم حديث عهد بكلام النبي هين ذهب كلام رسول أيها الناس هين أقولكم ولما رأى الناس بعد أبي بكر حينما توسعت الفتوحات وصار كثير من الصحابة أمر على الأمصار إذا بهؤلاء الداخلين إلى الإسلام جديدا يدخلون على الأمراء من الصحابة فيمدحوهم بما ليس فيهم الله فقال يا ويحكم يا ويحكم ترضون الحكام والأمراء وتقولون لهم ما ليس فيهم محاباتا لهم ومداهنة لهم إنه النفاق ألا إني لا ألومهم وإنما ألوم من خدعهم يعني أن أولئك رضوا بذلك فلو أنهم منعوهم وقالوا لبوسطاء المسلمين الذين دخلوا الإسلام جديدا لا تفعلوا ذلك هذا نفاق كما كان الصحابة يقولون نحن نخشى النفاق على أنفسنا وكان عمر يأتي إلى حذيفة أمين سر رسول الله وأعطاه لائحة المنافقين وعمر من هو عمر فيقول ناشدتك الله يا حذيفة أتجد اسمي مدونا في لائحة المنافقين التي أبانها الله فيقول يا عمر لا أزكي بعدك أحدا وكان عمر لشدة خشيته من النفاق إذا مات أحد من المسلمين أرامق أين يتواجد حذيفة فإن رأى حذيفة يصلي صلى وإن رأى حذيفة خرج من المسجد لا يلوي على شيء ورفض الصلع المنى أنه منافق فتبعه عمر كانوا يخافون من النفاق وقال عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن عمر أدركت سبعين من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه النفاق هكذا أبي ظل كما كان بعد موت النبي فيقول لهم لماذا تركتم هؤلاء يداهنونكم في مجالسكم يا أصحاب رسول الله يا من أصبحتم أمراء لماذا لا تمنعوهم فأنتم قدوة لهم فإنهم ينظرون إليكم بأنكم أسوة لهم أنتم من صاحب النبي الله 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 وهكذا رضي الله تعالى عنه عاش عاش مستجاب الدعوة إذا دعا استجيب له في الحين والناس حينما يذكرون المستجابين الدعوة من صحابة النبي لا يذكرون أبي أتدرون ذات مرة خرج عمر مع أصحابه في مجموعة كان فيهم عبد الله بن عباس وأبي بن كعب فقال ننطلق إلى مكان فانطلقوا فسبق عمر مع مجموعة وتأخر أبي مع ابن عباس وإذا بالسماء تتلبد فوقهم فقال أبي اللهم اصرف عنها هذه الأمطار فصرف الله عنهم الأمطار فلما أدركوا عمر وجدوا أن عمر وأصحابه قد تبللوا بالماء ولقوا آنة كبيرا فلما رأى عمر أبي مع أصحابه لم يتمسهم ماء السماء قال إلا كنتم ألم تصبكم السماء قال ابن عباس دعا لنا سيد المسلمين قالوا يا أوبا يا أخي لماذا لم تشركنا في دعائك تركتنا نتبلل مما هي السماء الله 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 وهكذا كان رضي الله تعالى عنه يتأثر عند قراءة آية وكأنه ينظر بنور الله كلما قرأها بكى بكاء شديدا لا يستطع أن يتعدى أتعرفون مي الآية أتعرفون الآية التي تستوقف أبي سيد المسلمين سيد القراء ويبكي عندها بكاء الثكلة أتعرفون إنها آية الفتنة الداخلية في الأمة التي أنزلها الله من صورة العام قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة أو يذيق بعضكم بأس بعض أربعا أربعا من المصائب في الأمة إما عذاب من الفوق إذا غضب الله عليهم صلى تعالى محاصبا من السماء وإما عذاب من تحت أرجلهم زلازل وبركين وإما أن يجعل بأسهم بعضهم وإما أن يلبسهم شيعة كل حزب بما لديهم فرحون التفرق والاقتتال الداخلي فكان لا يمر عذه الآية إلا بشق الأنفس يتوقف عندها ويبكي بكاء شديدا ويقول عافنا يا رب من هذه الفتن وقد عافاه الله من الفتن ولم يعش إلى زمن مقتل عثمان وتقاتل الصحابة قال يا رسول الله يا رسول الله ماذا تقول لنا في الحمى قال إذا أصابت الحمى المسلم فعداد الحسنات لا يتوقف ما بقيت فيه الحمى ولا تتركه حتى تتركه أبيض لا ذنب عليه فقال اللهم إني أسألك الحمى لكنها حمى لا تمنعني من الجهاد ولا من الجمعة والجمعة يا رب أسألك أن تلازمني الحمى هو يسأل ما دام الذي يصاب بالحمى أي المحموم لا يتوقف عداد الحسنات ما بقيت الحمى مخالطة لجسده وبدنه لكن يا رب أشترط أن الحمى التي أصاب بها لا تمنعني من الخروج مجاهدا في سبيل الله ولا تمنعني مدرسا في المسجد ولا مصليا في الجماعة ولا في الجمعة ومنذ تلك اللحظة أصيب بالحمى وبقيت فيه لا تمنعه من الخروج في سبيل الله ولا من التدريس ولا من إعطاء العلم حتى نام على فراش الموت وكان قد زاره في تلك اللحظة مجموعة من الصحابة فسمع مؤذنا أو مقيما للصلاة فقال لهم هذا الذي أسمعه أذان أم إقامة قالوا إقامة الصلاة ما الذي تفعلونه هنا أيقام للصلاة وعنتم عندي قالوا مكانتك قال ويحقم سمعت من رسول الله يقول أفقل الصلوات على المنافقين صلاة الصبح والعتما ولو لم يجدوا إلا أن يذهبوا إليه حب ولا فعلوا قوموا إلى صلاتكم فصلاتك مع الرجل خير لك من صلاتك لوحدك ومع الرجلين خير لك من صلاتك مع واحد وكلما كثرت الجماعة كلما كان إلى الله أحب خرجوا فصلوا في المسجد فهم رغم أن يخرجوا وقالت الكلمات المستبشرات وهو يجود بنفسه فخرجت روحه قال أحدهم جئت ذاك اليوم الذي مات فيه سيد المسلمين إلى المدينة فوجدت المدينة رياح وهبار وسكك المدينة مليئة بالصحابة والناس مملوء المدينة من أين جاء هذا البشر فقال قلت أسأل ما الذي حدث في المدينة فتوجهت نحو أحدهم وقلت ما الذي وقع في مدينة رسول الله قال أنت لست من المدينة قال أنا جئت من خارج المدينة قال إذن لا تعرف اليوم ما تسيد المسلمين اليوم ما تسيد المسلمين لا إله في السنة الثالثين للهجرة لماذا تحدثت لكم عن هذا لماذا لأنه يراد لشبابنا أن لا يعرفوا تاريخه ولا يعرفوا القدوات التي بها يقتدون لا يريدون أن يعرف سيد المسلمين الذي إن قرأت آية من كتاب الله يجب أن تتذكر أنه هو من تعلمها عنه الصحابة فنقلها التابعون فنقلها القراء إلى يومنا هو أبي هو أبي حينما أراد عثمان أن يجمع القرآن مرة ثانية كان أبي على رأس اللجنة يراد للأمة أن تغتال معنويا تعرفون معنى أن تغتال معنويا ما أن تغتال أن يستشعر الناس من الأمة زين أن لا جذور لهم ولا تاريخ لهم ولا رجال لهم يعرفون اللاعبين ويعرفون الراقصين ولا يعرفون من تركوا البصمة العظمى في الأمة وبسببهم نحن نجتمع هنا لنتذاكر أمر ربنا وأمر ديننا وسنة نبينا عليها نجتمع وعليها نتحاب فلا خير في اجتماع لا يكون على أساس القرآن ولذلك أنا أقول إن شاء الله لو لم يجعل الأخوان الإخوان والأخوات أنا أقول لكم دائما أنا ما أعطنا عاوض أن أتلقى معكم الله لو لم يجتمع الإخوان والأخوات مر في الشهر على الأقل على كتاب الله وسنة رسول الله قد ضيعوا أعمارهم فيما لا طائل من ورائهم أقولوها وأكرروها ستقس القلوب سيبتعد الإخوان سيفترقون ستقع قطعة الرحم لن يرفع الله عمالكم ألا إني أنذركم حبا لكم في الله يا من يسمعوني من كان في قلبه مثقال وضررت من إيمان فليبادر هو لا ينتظر آخرين لا يسمع لكلام من هنا وهناك ما الذي تفعله لهم يا الكفاس على هروا لا يا أخي لا إخوانك أخواتك عماتك والله لئن فعلت ذلك لصدق عليك قول الله إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقان عذاب السمو يقيك الله عذاب السمو إذاك أن تنهزم أمام شياطين الإنس والجن إجمع أبنائك إجمع إخوانك إجمع أحبابك مر في الشهر على الأقل هذه الأولى الثانية تحدثت عن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى أن أعداء الله خططوا لقطع صلة شبابنا بهذه القدوة بمسألتين البسألة الأولى تجهيل الأمة في قدواتها زين وتنصيب قدوات جديدة في الفن واللعب فينشأ أبناؤنا وشبابنا زين على جهل أمور دينهم بالمرة بل أكثر من ذلك يعتبرون من تعلم الدين هو زين إرهابي وهو متخلف وصلنا إلى درجة أن ينظر إلى الشاب الملتزم والمرأة المتحجبة الشابة المؤمنة المتدينة المضيق عليها في الغرب وهنا ينظر إليهما على أنهما متأخرين متقلفين ظلاميين رجعيين إرهابيين متطرفين وقل ما شأت من هذه النعوت لتنفير الناس بها أثمت أثمت إياك أن تجعل قدوتك راقصة وعلمك ومعرفتك كلها تدور حول الأغاني والمغنين إياك إياك أما الإجراء الثاني الذي تحدثوا عنه وهو أن يفتحوا إعلامهم من من؟ لمن يعتقد عند المسلمين أنهم علماء لكنهم متجرؤون على ضرب ثوابت الدين حتى يشوه ما بقي عند المسلمين من تعظيم للدين الله أكبر أما الإجراء الثالث كل من سموه متطرفا ينفر منه في الإعلام ويبعد عن منابر التربية والتعليم والدعوة يبعد عن المسجد يبعد عن التلفاز يبعد عن كل منابر تخاطب الجموة تعرفوا اسمه المتطرف؟ عندهم ولا تعرفوا اسمه عندهم متطرف شكوه؟ شكوه؟ شكوه المسلم؟ شكوه المسلم؟ الشعر التي بين المسلم المعتدل عندهم وما بين الإسلام المتطرف الذي يرى صلاحية الشريعة لكي تحكم مجالات الحياة الإسلام في السياسة الإسلام في الاقتصاد هذا هو المتطرف يعني واسمه؟ محاربة القرآن صلوا على حبيبنا لاحظك السلع عربي